حسن أبدأ معك وسألك إيه آخر التطورات فيما يحدث في الإمارات الآن في قصة لعبي ناجي الزمن طبعا هو الحدث المسيطر على الأحداث في الساعات الأخيرة يعني كريم للأسف طبعا بدل ما احنا كنا بنتكلم على فنيات واستعداد الفريقين للمباراة ومن هيلعب ومن يخرج واحتفالية وكذا وكذا فحتى تعليق الزمل هناك للصحفيين أنه بدل ما بنتكلم في موضوع رياضي فوجئنا أن احنا بنغطي حوادث يعني زميلنا أقول لك حاجة بدون مقاطعة أحد الزملاء الصحفيين النهاردة كان في لقاء وبصراحة عنده حق يعني الراجل العمال يقول لك إيه إحنا سألنا المحاميين اللي في الإمارات وسألنا الناس اللي شويني قانية وقال لك المحكمة واللي مش عارف إيه يعني أنا قصة وانا بسمعه اللي هو يان هراب يدي عين الراجل رايح يغطي المباراة فبقى يسأل المحاميين وحاجاته بتاعه يعني للأسف طبعا الموضوع تحول لنقطة قضية وعرض على النيابة وقصة فالآخر التطورات الدكتور أشرف صبح وزير الشعوب الرياضة تحرك النهاردة ساعة 8 إلى الإمارات كان مفروض يسافر يوم الخميس صباحا عشان يتفرج على المباراة النهائية ولكن يعني غير الخطة وسافر بدري عشان يحاول أنه هو طبعا يتدخل إنقاذ الموقف واحتواء الموقف الموجود حاليا في الإمارات لكن بشكل عام الزمالك هيلعب المباراة ما فيش أي كلام خلص على موضوع الانسحاب أو عدم لعب المباراة ده كلام غير مطروح تماما الزمالك هيلعب المباراة تحت أي ظرف الزمالك هيلعب مع النادي الأهلي المباراة النهائية لبطولة كاس السوبر المصري لكن المحاولات الجارية الآن طبعا إنهاء القصة بشكل يليق بالجميع لأنه في النهاية نتمنى أن أمور تخرج بشكل يليق بنادي الزمالك وبتاريخ نادي الزمالك وبالعلاقة التاريخية أيضا مع الأشقاء نادي الزمالك عمل بيان من لحظات قليلة ودي بادرة طيبة جدا طبعا إنه يطلع بيان ويقول فيه إنه هيتم أيضا تحقيق من جانب نادي الزمالك بغض النظر عن نتيجة التحقيقات اللي بتحصل فيه الإمارات لكنه يكون فيه تحقيق من جانب نادي الزمالك ويتم الإعلان عن قرارات والتأكيد أيضا على احترام الجميع والمنظمين والتأكيد على ضرورة أنه المبرانة النهائية ونهاية كأس السوبر المصر يخرج بشكل يليق بالجميع أيضا